أقل يسأل يقول ما هو رأيك الشخصي ببني أمية رأيك الشخصي كونك حسينيا نسب وليس رأي السنة والشيعة تمام طيب أخير كريم ما رأيك أن أترك رأي الشخصي ورأي السنة ورأي الشيعة ولنرى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأي أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت لنرى ما هو رأيه في البداية أتعلم من هم بني أمية من هو أمية أمية من هو هل تعرف من هو أمية أمية ابن عم عبد المطلب ابن عمه المباشر ابن عم شق المشار يعني مثل ما نقول باللهجة العمية أمية وعبد المطلب ابناء عم مباشر تعرف شوهم عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناث أمية ابن عبد الشمس ابن عبد المناث ابن عم المباشر آباءهم أخوة هاشم وعبد الشمس أخوة هاشم خلف عبد المطلب وعبد الشمس خلف أمية فهم أبناء أعمام بني هاشم المباشر هذا أولاً ثانياً نجي على رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي سيدنا علي بن يومية إخوان إذا حصلت مشكلة بين اثنين لا يحق لك أن تتهم بيتاً كاملاً عندك مشكلة مع شخص اذكر هذا الشخص أما أن تتهم أمة كاملة أنت ظالم احذر أنت تتهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم خلنبدأ ونقول ما هو رأي رسول الله وما هو رأي أهل البيت من المعلوم وباتفاق الشيعة والسنة أنه يشترط الكفاءة في الزوج ما أنط بنت الحي الله واحد بل تشدد الشيعة الإمامية أكثر من السنة في هذه المسألة أنه يجب أن يكون على قدر من الدين والخلق كفوأ إلا لا يجوز تزويجه طيب نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني أمية وهي سيدتنا أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وهي أقرب نسائه إليه في النسب من؟ رملة أم حبيبة كنيته أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني أمية وبالمناسبة سيدنا علي رضي الله عنه سمى ابنته رملة تيمنا بسيدتنا أم المؤمنين رملة رملة بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني أمية هذا أولا رسول الله عنده أربع بنات كم بنت؟ أربعة زينب رقية أم كلثوم فاطمة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن من سيدات بيت النبوة هذه الأربع البنات كم بنتا منهن زوج لبني أمية؟ زوج ثلاثة منهن لبني أمية يا أخي أعمامه زوج ثلاثة منهن لبني أمية وواحدة لبني هاشم سيدة فاطمة زوجها لعلي رضي الله عنه زينب زوجها لأبي العاص بن الربيع هو ابن خالتها طبعا أمهها لبنته خويلد أخت السيدة خديجة يبنت خالتها ولكن أباهم بني أمية فهو أموي الذي تزوج زينب وأم كلثوم ورقية تزوجه مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو أيضا من بني أمية عثمان بن عفان بن العاصر أمية فهو ثلاثة من أربعة زوجهن رسول الله لبني أمية هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم تزوج منهم وزوجهم بناته نأتي إلى ألي رضي الله تعالى عنه ألي تزوج أميم بنت أبي العاص بن الربيع يعني أميم ابن الزينب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع من؟ سيدنا علي تزوج أميم بنت أبي العاص وهي أموية إذن سيدنا علي تزوج امرأة من بني أمية طيب رملة بنت علي بن أبي طالب من الذي تزوجها لمن تزوجها علي تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم طبعا بعد وفاته سيدنا علي لكن إخوانهم موجودون تزوجها معاوية بن مروان بن الحكم تزوج رملة بنت علي طيب خديجة بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها من الذي تزوجها عبد الرحمن بن عامر ابن كريز وهو من بني مية طيب سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه الحسين الشهيد قال الشيخ عباس القمي وهو من كبار أئمة المذهب الشيالي اثنين عشرين عنده كتاب اسمه منتهى الآمال يقول فيه يقول من زوجات الحسين ليلى بنت أبي مرة ابن عروة ابن مسعود الثقفية ابن ثقيف وأمها ميمونة بنت أبي سفيان من هي؟ أم زوجة الحسين وهي أم علي الأكبر ابن الحسين فيكون علي الأكبر هاشميا من جهة أبيه ثقفيا أمويا من جهة أمه هذا كلام من؟ كلام في المذهب الشيالي الثنين عشرين طيب فاطمة بنت الحسين رضي الله تعالى عنها فاطمة بنت الحسين الشهيد من الذي تزوجها؟ عبد الله بن عمر ابن عثمان ابن عفان بنت الحسين فاطمة ابن الحسين تزوجها حفيد عثمان ابن عفان أموي هذا بالنسبة للجيل الأول النبي صلى الله عليه وسلم وعلي والحسين تعالى للجيل الثاني زينب بنت الحسن المثنى ابن الحسن السبط رضي الله تعالى عنها زينب بنت الحسن ابن الحسن الحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي عنده ابنه أيضا اسمه الحسن يلقب بالحسن المثنى يعني الثاني عنده بنت اسمه زينب من الذي تزوجها؟ الخليفة الوليد بن عبد الملك ابن مروان الأموي والوليد بن عبد الملك تزوج بمرأة أخرى من أهل البيت نفيسه بنت الزيد بن الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من الجيل الثاني أيضا أم أبيها يعني بنت عبد الله ابن جعفر طيار جعفر طيار رضي الله عنه عنده ابن اسمها اسمها أم أبيها هكذا اسمها يعني تشرفا بلقب السيدة فاطمة رضي الله عنها سيدة فاطمة لقبها أم أبيها فعبد الله بن جعفر سمى ابنته أم أبيها من الذي تزوجها الخليفة عبد الملك بن مروان لا نريد أن نطيل فالمصاهرة بين هذين البيتين من الأعمام بني هاشم وبني أمي استمرت طويلا ولأجيال طويلة كانت هناك مشاكل في عهود يسيرة والمشاكل نظن بهم الظن الحسن كلا الطرفين أنه الموضوع موضوع اجتهاد فقهي وحتى لو اعتبرته إساءة لا حق لك أن تشمل بيتا كاملا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على يتيحال أنا لم أخبرك برأي الشخصي ولا برأي الشيعة ولا برأي السنة إنما أخبرتك برأي النبي صلى الله عليه وسلم وبرأي أهل البيت هل يظنونه بيتا سيئا أم بيتا كريما فإذا رنه بيتا سيئا لماذا تزوجوا منهم وزوجهم بناتهم تمام؟ هذا هو الجواب